السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أخوانا الكرام طلبنا الأعزاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن يصلحها لكم اللهم أمين رب العالمين من باب العلم بالشيء قبل هذه المحاضرة نزلنا محاضرتين عن البايع محاضرتين اتنين في المعاملات عن البيوع ثم محاضرة ثالثة عن الراهم وهذه المحاضرة عن الخيار حتى يتسنى لمن يريد مراجعتا يراجع يبقى تم محاضرتين اتنين في البيع ومحاضرة في الرهن وذي محاضرة دي في الخيار إيه هو الخيار تعرف الخيار لغة والصراحة الخيار لغة هو طلب خير الأمرين إحنا بنكلام في بيع وشراه بنكلام في معاملات طلب خير الأمرين الأمرين يئمة امضاء البيع يفسخ امضاء البيع يتمشي البيعة يترجع فيها برحتك اختار اللي انت عايز من خيارك عشان كده اسم درس الخيار من خيارك اللي انت عايز وتعمله يتمشي البيعة يترجع فيه هو طلب خيره الامرين استلاحا تعرف اسطلاحا ان يكون لأحد المتعاقدين او كلايهما الحق في فسخ العقدي او امضاء ان يكون لأحد المتعاقدين او كلايهما واحد او الاثنين واحد بيقول انا عايز ارجع في البيعة او اكمل في البيعة أو اللي اتنين عايزين يجعوا في البيع ويكملوا في البيع يا واحد فيهم يا اللي اتنين لكم الحق أن يكون لأحد المتعاقدين أو كلاهما الحق يعني ممكن يكون لواحد بس آه ممكن يكون لواحد بس وذلك في خيار العب وهنوضح ممكن يكون لكلاهما أيوة ممكن يكون في كلاهما زي خيار المجلس وهنوضح الحق لهم الحق أو لهم هما لاتنين الحق في فسخ العقدي أو إمضاء هو بس يعرف كعناء خيار تعالي نشوف أنواع الخيارات أنواع الخيارات خيار مجلس خيار الشرط خيار رؤية خيار عيب تعال اخدهم اجمالا كده وبعدين بشيء من التفصيل خيار المجلس انت داخل المحل داخل المحل تشتري اي حاجة فبتبص في المحل ما لقيتش حاجة تعجبك او بعد ان امسكت الحاجة لقيتها مش منسبك او انت محتاج فلوس فقلت له سلام عليكم هل هو له حق يجبيرك وقولك لازم تشتري لا طبعا انا ليه الحق ان انا ممكن اشتري وممكن ما اشتريش يبقى انت ليه حق او ده اسمه خيار المجلس يهد تشتري ايا ما تفرجت ما فيش حاجة عجباتك بتخرج وبتحصل معاك كثير بتخش تفرج في المعرض ما فيش حاجة عجباتك بتقوم ماشي او مسكت حاجة ولاقيتها غلية بتقوم خارج ام ممكن تشتري يبقى انت ممكن تشتري وممكن ما تشتريش انت بالخيار انت حر كذلك الباع هو حر ممكن يبيع لك وممكن ما يبيع لك شو ممكن يقولك تفضل انا مش هبيع انت كده بتشتري بسمان قليل وممكن يبيع لك يبقى أنت لك الحق في إمضاء البايع وفسخه هو برضو الحق في إمضاء البايع وفسخه فهو دي خيار المجلس يعني مجلس العقد الوقفة ديّة أو الأعدى ديّة اسمها مجلس العقد إتنين قعدين مع بعض في غرفة بيتفهم على بيع قطعة أرض لا بكذا لا بكذا لا ها سد الأقصط على كذا لا أنا عايزها كاش اختلفهم سلام عليكم السلام لول حق إنه يبيع لك ويقول لك الحق إنك تشتري ويقول لك الحق إنك ما تشتريش المحل اسمها ماجلس العقد اتقابلنا مع بعض في الشارع وبنبعم مع بعض حاجة الوافد اسمها مجلس العقد يبقى مجلس العقد هي المجلس los يتم فيه الاجابة الكبول وأنا عايز بكذا لا أنا اخدها بكذا وبنتفق في الاخر او ما بنتفق overview ان تقلق المجلس وهو تعريفه ايه هو ما يثبت للمتعقديني او هو أن يثبط للمتعقديني الخيار في المجلس ما دام اآ في مجلس العقد يثبت لو هي خير المجلس طالما هما فين? في الماجلس. طول ما هما واقفين. له الحق ان انا ايه اه يبعلي او ما يبعليش ولا الحق ان اشتريه وما اشتريش. يعني ونحن واقفين وبعد ما خدت حتى السلعة وديته الفلوس وان واقف لس. طب بعد ازنك انا هرجع في البعدي. ايوه لك حق طرمان انت واقف حتى لو خدت الايه السلعة. ودفعت فلوس. لك حق تقول له لا بعد ازنك خدت الفلوس واخد سلعتك تانية مش عاجبا. بس كل انت واقف. ما تفرقتش. يبقى يزبط المتعاقدين خيار المجلس مادما فين في المجلس. اتفرقت بقى ومشيت واخدت الحاجة ومشيت. وهو اخد فلوس ومشي. خلاص. ما فيش رجوع. الا اذا لقيت فاعب بقى. يبقى لك الحق. خلاص ده خيار المجلس. خيار الشرط. انت راح تشتري حاجة من المحل. راح اشتري موتسيكل. راح اشتري عربي. راح اشتري هدوم. راح اشتري اي حاجة. فانت قلت له ايه. انا ولدين يومين. ليك يوم. ليك يومين. ليك ثلاثة. خلاص خيار الشرط. ثلاثة ايه. ليك تشتري التلاثة ايه. وطلع ما هنفع ثلاثة هنفع اتنين هنفع واحد. فدي اسمه خيار الشرط. هو برضو بقولك تبسدناني كمان افكر. يبقى خيار الشرط دي ممكن يثبت له الواحده او لكم تول اتنين. ممكن هو يقول لك ايه. انا راح افرج ايه ان اهلي. قال عجبك الهدوم. استه وطلعت على قدك ماشي تعال هات الفلوس. ما عجبتك شاهد الهدوم تاني. هو عند ذات نفسه ومش مش طرط لنفسه خيار شرط. انما انت اللي اشتريت خيار الشرط. هو ممكن يشتريت خيار الشرط ايوة. وممكن يقول لك تباني بقى ايه. هفكر ابيعه ولا ما بيعش. او انا مسلا عايز يشوف الفلوس بتاعتك دات مسلا مغشوة ولا غير مغشوش. فهو بيفكر اخر بيع او ما بيعشي او هيبص في المسمن بتاع في السمن بتاعك ومغشوة ولا مش مغشوش. ما اسألا يعني بعد ما ديته الفلوس بيقول لك استنى ما شوف. الديني ساعة كده على ما شوف يا مظاهرة ولا مش مظاهرة. ما اسأل. فوانت برضو بتشتريت انك تشوف السلعة. تنفعك ولا متفعكش على قدك ولا مش عليك بتاخد الموتسيكل تفرج عليه واحد. ولا بتاخد العربات تفرج على الصناعي ولا كده. يبا انت بتشتريت خيار شرط. مش خيار المجلس بقى. يبا اللي فات كان خيار المجلس ده خيار شرط. ايه خيار الرؤية. اخيار العيب اللي هو رقم تلاتة الاول. خيار العيب. انك بتشتريت حاجة ودفعت فلوسها ورجعت ولقيتها معيوب. لقيتها فا مشكلة. لقيتها مكسورة. لقيتها مخرومة. لقيتها مقطوع. لقيتها فابرومة. لقيتها مش نفع. فتروح تقول له بعد ازنك ان يخد الحاجة ديات منك على اسنها سليمة. ولقيت فا عيب. انيليا شرعا حق ان انا ارده واخد فلوسي. يبقى يزبط للمشتري فقط. ما يزبطش المين? للباق. يبقى خيار المجلس يزبط للتنين كهرا. شرعا. ده كهرا يعني غصب عنين. انما خيار الشرط يزبط لمن اشترطاه. شوف من اللي بشترط انه هو يفكر ويشوف. خيار العيب يزبط للمشتري. اذا رأي في المبيع عيبا. تمام? ولك الحق انك تاخد الفلوس وتدرس لعيته. وده شرعا وقانونا. طيب خيار الرؤية. خيار الرؤية انا عدت مع فلان انا عايز اشتري عم حيط قطعة الارض دي اتقال لي ده موقعها جميل وجنبها مباني وكويسة وكذا كذا. انا عايز اشتري الدبة دي منك. ده جميلة وبتحلب قد كذا ولونها كذا وسامينة وي وي وي. طيب واحنا عادين ما شفناش فاقولت له ماشي وبكان بكذا تبني موافق. تعال بقى الروح ويمكن اكون اديته حتى جزء من الفلوس او اديته الفلوس كله. تعال وريني بقى قط ديتها ديت او السيارة ديت او الحاجة ديت. رحت. لقيته كان بيجزب علي والحاجات اللي اقلها لي غير اللي انا شفته. يبقاني يثبت لي انا خيار الرؤية. طالما انا رأيت الحاجة وما عجبتنيش ممكن يقول له بعد ازنة قطعة الفلوس انا مش هشتري. او ممكن اوافق. يبني ليه الخيار ان انا امضي البيع اواف سخ. دي اسمه خيار ايه الرؤية. يبني وضحت له كده هم اجمالا. ايه هو الخيار اللي احنا بناخده دوات. هناخدهم بقى واحدة واحدة. خي خيار الرؤية. خيار العيب. خيار المجلس. انا بيثبت للاتنين في المجلس العقل. خيار الشرطة يثبت لمن اشترى طاوبة كل مدة ثلاثة ايام. ونشوف اراء العلماء ينفع يزيد ولا بنزيد شي. خيار العيب يثبت المشتري بس. اذا رأى في المبيع عيبا. خيار الرؤية يثبت ايضا لمشتري اذا رأى المبيع. ولم يعجبه. ووجد فيه صفات غير الصفات المذكورة له قبل ذلك. ناخد بالترتيبة تكتب لعرف خيار المجلس. هو ما يثبت لكل واحد من المتبايعين. المتبايعين هنا ده اسمه بائع. وده اسمه مشتري. بس امهم الاتنين متبايعين. خلاص. متبايعين الحق. لهم الحق في ايه فيه فاسخ البعي. اهم ضائع. ما دم هما في مجلس الايه العقل. اذكر اراء الفقهاء في مشروعياته. يعني هو جائز ولا مش جائز. جائز ولا مش جائز. بالادلات مع الترجيح. اختلف المذب الاول الشافعية والحنابلة. قاله جائز. وده اللي احنا بندرسه. وبنعرف مشروعية الخيار المجلس يعني يثبت لي. يعني يثبت لها طال انا دخلت المحل. ممكن اشتري وممكن ما اشتريش. حتى لو اشتريت ودفعت الفلوس. وعايز ارجع في البيعة طول ما انا واقف. يا جوز. خلاص. ده الرأي الاولان. المذب السنة الحنافية والمالكية. قالوا لا يا جوز. عدم مشروعية خيار المجلس. طيب يلا ناخد ادلت ده وادلت ده. ادلت المذب الاولان لهم الشافعية والحنابلة. استدلم على ايه? بايه? استدلم بدليلين اتنين. واحد من الكتاب واحد من المعقول. ادلمنا اوح عفوا واحد من السنة واحد من المعقول. من السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. يعني البيعان لهم الخيار. طول ما هم في مجلس عالك طالما ما مشيوش. ما تفرقوش بأبدانهم. لو خرجوا ادلوا ضهروا ومشوا ده خلاص انتهى. او اشتريت حاجة من واحد واحد في الشارع ودت ضهرق ومشيت خطوطين وخلاص الموضوع انتهى. خلاص طالما مشيت بعيد يعني ما عادش شايفك مثلا. خلاص. انما طول ما انت واقف خلاص لك حق ترجع. يبقى البيعان بالخيار لك الحق ما لم يتفر فان صدق وبينه. يعني صدق وبينه. هو صدق وقال لك الحاجة دات والله فيها عبها كذا. او فيها ظروفها كذا. وانت برضو تصدق في السمن بتاعك. هو يصدق في السلعة وانت تصدق في السمن. وبينه كله حدبين الحاجة اللي عنده. بورك له ما في بيعهما. ربنا يبارك لديه في التمن ويبارك لديه في السلعة. وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. او دليل وجه الدلالة ان الرسول اثبت خير المجلس. مش عازة كلام يعني قبل ما يتفرقوا بالابدان. ماشي. اعتراض. قال لك يا عم ده المراض متفرق في الحديث هنا. ده الحديث الصحيح. هتقول. بيعترد عينا فيه. ايه. يقول لك. البيعاني بالخير ملا يا متفرق بالكلام. مش ملا متفرق بالابدان. احنا بنقول ملا متفرق بالابدان لك خير المجلس. هو بقول لك لا. ده معنا التفرق هنا التفرق بالكلام. يعني tefarق بال Earl. يعني يا احنا لسا في المجلس وما اتفقناش. لسا ما طردناش. واحد بيقوله اجابه. اتنين لسا ما قالش قبول. لسا ما قبلوش. بنقول له لأ المراض هنا تفر اشتركوا عن بعض لك حق ترجع الحاجة. يلا المعاكول. المعاكول مين اللي بيقول يا جوز خيار المجلس. بقول ان بالناس حاجة مسة على مشروعات الخير. ايوة انت ممكن تكون راح تشتري الحاجة ديات. وجي لك تلفون من اهلك او لولادك ولا كده. بقول لك ايه احنا عايزين الفلوس ضروري عايزين نجيب كذا كذا. فانت بتقول للبيع ساعتها بعد ازنك انا مش هيتم البيع. انا عايز الفلوس تسلم اهل اتصلوا علي. وعندنا زرف طارق. فهي جوز. ان الناس بحاجة مسة المشروعات الخير. لانا انسان قد يشتري او يبيع شيئا ثم يتمين انه قد غبنة. يعني اتظلم فيه وجي علي بالغالي. او ان هذا ليس في مصلحته. وانه قد تسرع في الشرع. فشورع خير المجلس لاجل تدارك هذا. تمام? كده اخدنا قدرت رليل او انا قدرت المذب التاني بس ده الحنفية والملكية على عدم ثبوت خيار المجلس بالكتاب وسن واثر ومعاكول. كتاب وسن واثر معاكول عندهم اربع ادل. قال لك ربنا بيقول ديال او له. قال لك ربنا سبحان اذا تبايعته. واشهده اذا تبايعته. ماشي. يعني ايه وجه الدلالة على الموضوع ده. قال لك انت بتجيب شهود. صفحة تانية. صفحة تانية. صفحة تانية عندي. بقول لك انت بتجيب شهود. مش جايب شهود عشان ايه? عشان اقول له ده ما يتحكش عليك وعشان ما يظلمكش. عشان تستوسك وتضمن حقك وتطمئن. فانت بقى لو هترجع في البيعة وانت قاعد يبقى شهود ما كانش لهم لازمة. نرد عنهم بنقولهم ايه يعني? يعني جيبنا الشهود وما ات بقول لك انه ده بالله سبحانه وتعالى للاشهاد العقد البيع من عشان الاستساق. فلو كان لأحدهم الفسخ بعد ما عقدنا العقد ولسه قاعدين لم يحصل الاستساق ولا بطلت في قيدة الاشهاد. ما هي يعني مش مشكلة. ما هي يعني جمعة الفاضي. بس طالما احنا عادي في القادة ليه يرجع? عادي يعني. بقول لك بس ده اللي بقى كمان هو يقول لزينا مقرفه بالعقود. وانت قلت انا بعت وده قال اشتريت ما ترجعوش بقى. لأ? عادي ممكن ارجع طالما لسه في المجلس. فهم يقول له امر الله سبحانه وتعالى الوفاء بالعقود واسبط الخيار بعد ما لزم. ما هو البيع يا جماعة اسمه لازم. لازم خلاص. البيع لازم. انت لزمك السمن وانا لزمان المسمن لا السلعة. واسبط الخيار ده بقى يقدي الى الجواز. يعني الجوز ان انا بيع والجوز ان انا بيعش. فابقول لك هوا. تعمل بعد موفد بالعقد ولزمت. ترجع تخليه جائز. اسبط الخيار بعد تعمل عقد ينافي هذا الوفاء. يبع انت موفدش. انت قلت بعت. وده قال اشتريت. ترجع تقول تاني لا انا عاي إذا رجع يبن انت موفتش. نقول له ايه يعني ما اتفقناشي. اوفوا بالعقد اه ما نمشي ونتفق وخلاص ومشينا واتفقنا. يبن ان ما ينفعش ارجع. او ديتك عادي ما ينفعش ارجع فيه. انما حلسا قاعدين وانت ظلامت وفهم فارجع. مين السن? استعدلوا من السن اللي هو الرأي اللي بقول له يا جوز. قال لك ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بي يعاني بالخيار. دي دليل المفروض. المفروض دليل ايه? عليهم. مش ديل لهم. ده هما بيستدلوا بي على عدم مشروعية الخيار المجلس. نقول له ما هو الرسول الله بعمل خيارها. ملا ما يتفرق. هما بقول لك اه الا انت كنا صفقة خيار. يعني اه عايز يقول لك اه هو خيار الشرط بس. المقصود هنا خيار الشرط بس. نعم خيار المجلس. لا. نقول له طبعا الحديث على عمومه يعني. فانا مش هناخد بقى وجه الدل لو كده. بقول لك استدلوا بحديث تاني عن عمر وخطاب ان عمر قال ايه? البيع عن صفقة او خيار. فيقصود يعني ان خيار شرط. نقول لهم ايه? لا. خيار مجلس. هزا جئز يعني. بيستدلوا من المعقول. بقول لك عقد البيع عقد معاوضة. فلا يزبط فيه خيار المجلس كالنكاح. ولا انه لا يلحقه الفسخ. فواجه بقى لا يزبط فيه خيار المجلس كالكتابة. يقول لك عقد البيع عقد معاوضة. فلا يزبط فيه خيار المجلس. لا طبعا يزبط فيه خيار المجلس النكاح لا يزبط فيه خيار المجلس بمعنى اننا رحت خطبت فلان واتفقنا وعقدنا العقد وقعدين عقد العقد تنفع تقول في القعدة لا مش عقد احنا اتفقنا وكان قدامك سنة خطبها واتفقنا على عقد العقد واتفقنا على اليوم الفلانة اكتب فيه فما يفعش بقى خيار المجلس ان يحق لك الرجوع لا لا يحق لك الرجوع انما ان رجعت طبعا لا احكامه وعايز ترجع يرجع بس شرعا انت كان قدامك فترة انت عايز ترجع ترجع مش عايز ترجع ما ترجعش انما عقد البيع دوت يا جزء الرجوع فيه لان الناس قاعد حالا ما بتمناش خمس دق داخل المحل فبشوف الحاجة وبفكر فما تمتش خمس دق فليه ان انا ارجع فهو بيقول لك المفروض ما ترجعش في عقد البيع زيما ما ترجعش في عقد النكاح نقول له لا عقد النكاح كان قدامي سنة فكر او مفاترة او شهرين ثلاثة او اكتر خطبها ويشوفها وبسأل عنها وكده وهي نفس الكلام لحق ترجع بتسأله كده انما عقد البيع انا ما تمتش خمس دقائق او ما تمتش ساعة زمن لسه بتفرج على الحاجة دي فجزء لان انا ايه بعد ما عقد ارجع فيه تاني طالما لسه واقف ايه مع الباقة الراجح اللي هو مين الراجح الرأي اللي بيقول ايه ان بعد عرض اراء الفقوة المناقشة ارى والله اعلم ماذا بيقول حنا فيه وما معهم من عدم ثبوت خيار المجلس رجح الرأي دي لان القلب يخير المجلس يبطي الاجاب والقبول الذي تم بين المتعاقدين ده اللي هو مرجحه انما في طبعا كتب تانية مرجحة جواز خيار المجلس طبعا احنا لسه قاعدين في المجلس هو هنا بيرجح هي بولاكاو عدم ثبوت خيار المجلس اللي كوت ادلته ولان القلب يخير المجلس يبطي الاجاب والقبول الذي تم إحنا اتفقنا وبعنا واشترينا كناك ترجع تاني بأن تنقط الإجابة والقبول وده طبعا وجهة نظر الدكتور إنما الراجح في كتب تانية زي ملتلك ثبوت خيار المجلس إلى هنا نقول لك أن توصلنا لنهاية هذه المحاضرة أسأل الله تبارك وتعالى نصلح عليكم ويوفقكم اللهم أمين لا تنسونا المصالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته